اشتركوا في القناة وفي احدث تقرير لها قالت ان 69 مدنيا قتلوا فيما وصيب 142 خلال شهر كانون الاول الماضي لتحتل العاصمة بغداد المرتبة الاولى كاكثر المحافظات العراقية تأثرا باعمال العنف بعد مقتل 24 مدنيا واصابة 98 اخرين تلتها محافظة صلاح الدين ثم كاركوك فيما اشار البيان الى ان البعثة الاممية لم تتمكن من الحصول على احصاءات من دائرة صحة الانبار لعدد الضحايا هناك في المحافظة رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان جوبيتش قال بدوره ان معدل القتلى في العراق خلال الشهر الحالي كان مقاربا للشهر الذي سبقه وهو ما عده بالامر المخيب للامال الاحصائية الاممية جاءت بعد يوم من تقرير لموقع انتي وور الامريكي الذي كشف عن مقتل قرابة 37 الف عراقي خلال 2017 فيما اصيب نحو 9000 اخرين وذكر الموقع ان الارقام تأتي في وقت فرضت فيه حكومة العباد رقابة على الخسائر الامنية وربما حتى على الضحايا المدنيين وهو ما دعا الامم المتحدة للحد من ارقام عدد الاصابات التي تقوم بتجميعها على ارض الواقع عنف وضحايا مسلسل لا يبدو انه من المقرر انتهاؤه بعد ان باتت ديمومة الفوضى ذريعة تبرر بها الحكومات في بغداد فشلها طوال 14 عاما مضى